البدو هنا يواجهون سكان مستوطنة إسرائيلية قريبة من قريتهم بالصمود فوق أرضهم التي يعيشون فيها منذ عشرات السنين ويفصل سياج بين المستوطنة الإسرائيلية وقرية الزويدين التي يسكنها البدو الفلسطينيون ويشعر هؤلاء بالتهديد الدائم بسبب الهجمات المنظمة للمستوطنين المسلحين الساعين إلى ترحيلهم سكان القرية معظمهم فقراء يعيشون في العادة على الرعي وتربية الأغنام وقد اضطروا للتركيز على زراعة بعض الخضرة للتأكيد على الثبات في الأرض المهددة بالمصادرة ولتحسين وضعهم الغذائي والمعيشي فكرة كثير فعالة وكويسة أولا ساهمت في ثبات الأرض وحمايتها من الاعتداء من المستوطنين وساهمت في الدخل أصبح هناك مردود إلى الأسرة تقع القرية في المنطقة جيم التي تخضع لسيطرة إسرائيل بموجب اتفاقيات أوسلو كثير من الفلسطينيين يواجهون قرارات بمصادرة أراضيهم وفرض قيود على دخولهم إلى حقولهم وبساتينهم وهدم منازلهم منظمة الأغذية والزراعة العالمية ساعدت الأهالي في التغلب على مشكلة نقص المياه بوضع خزانات بلاستيكية هناك بعض المشاكل بخصوصا في إنشاء العبار المناطق الجانب المستوطنات بشكل كبير فاستخدمنا بديل للخزانات المياه جمعيات أهلية عدة ساعدت الأهالي في الضفة الغربية وقطاع غزة على إنتاج الخضرة والفاكهة على أسطح المنازل وغيرها لرفع مستوى الأمن الغذائي ويعيش نصف مليون مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية وسط ثلاثة ملايين مواطن فلسطيني يعانون القمع والحصار اشتركوا في القناة